السلام عليكم قبل بداية الفيديو لذلك ستشترك بالقناة وتفعل جرس تنبيهات خلي شعارات الكل حتى يصل لك اي شي جديد رب يسعدكم ويخليكم ويفرحكم على كل الدعم اللي داد قدموا تعليقات تخبل فدوا اروح لكم اجمل متابعين خنبلش بحلقة اليوم طبعا ما زالت تغطيتنا للمشكلة والمشاكل اللي حد الان مستمرة بين ميلاد سري الفنانة العراقية مع الفنانة المسرحية نقدر نسميها اسراء العبيدي اللي بعد طلعت بعد قرار النقابة يعني منعها من مزاولة المهنة لمدة 6 اشهر طلعت في فيديو وحيشت بيو صرحت تصرحت كل شي مهمة لكن علينا ان نشوف شكل ميلاد سري بعد العملية بعد ما انو كانت هي مصابة بالكانسر شون حقنت وجهها بالدهون حسب ما وشيع وتغير وجهها ورجعت الى طبيعتها فشون رأيكم كتبوا لي بالتعليقات النقابة اللي ينزل والله زين طلعوا النقابة يعرفونك واسراء العبيدي موجودة انا مش اتشوف النقابة ولا اعرفهم المهم تحياتي جبار جودي لانه بالتالي ممكن تبتشبت لزميلته اي شي فيتخذ هذا الاجراء باي ذوي انو انا المسرح ترى منازلة بيصة لسنتين انا اصلا ما اعمل في المسرح بعد واني قال له هذا الموضوع فقرار النقابة لا راح يقدم شي ولا ياخر شي بحياتي والحمد الله وشكرا اني انسان اناج حوبة خير يعني ما محتاجه اي احد اما موضوع الامراض السرطان انا يعني اوكي ان كنت بعصبي تحياتي هواية هواية فما فهمتوا انا معنى ان انو انت بيت سرطان انو تعضي المفروض انت تبلشين صبحة جديدة ويا نفسك ويا رب العالمين وحتى اذا انا كنت يعني علتك وغيراني مني لتبينيها للعالم يعني ليش المهم فكل تالي تبقي لي انت انسان مريضة ابقى عني عالة سؤال الحلقة اليوم على طارع عمليات التجميل لو انطوك او انطوش عملية تجميل وحدة المن راح تسويها البنات يمكن 90% راح يقول الخش منه والشباب المن بعد فكتبولي بتعليقات خلينا نتناقش